يعني فريقنا النهاردة بعد الفوز على اسموحة بدأ يخش التدريب ورفض الجهاز الفني بقادة مستر فريرة فكرة منح اللعيبة راحة من التدريبات وقرر ان هو يخوض الفريق المران النهاردة بدون راحة تماما وده في اطار استعدادات نادي الزمالك للقاء في يوتشار يوم الخميس في الجولة السبع وعشرين من الدوري ممتاز والزمالك بعد الفوز انبارح رفع رصيده لستين نقطة وعز صدارته لجدول ترتيب الدوري وان شاء الله مكملين في الصدارة حتى النهاية